اهلا بكم الى مجز اخبار الان وقع رئيس روسي فلاديمير بوتين على قانون يسمح لموسكو بالابقاء على قاعدتها الجوية في سوريا لنحو نصف قرن وبهذا يكون بوتين قد صادق على اتفاق مع نظام الاسد ابرما في شهر يناير كانون الثاني الماضي يسمح لروسيا بالاحتفاظ بقاعدة حميمي من جوية في محافظة لاذقية مجانا لمدة 49 سنة مع امكانية تمديدها لخمس وعشرين سنة اضافية اعلنت ايران انها تمكنت بنجاح من اختبار صاروخ يمكن ان يحمل قمرا صناعيا الى مداره وكان الصاروخ المسمى العنقاء قد اطلق من المركز الفضائي الجديد في محافظة سمنان شرقي طهران هذا وانتقدت الولايات المتحدة اطلاق الصاروخ ووصفته بالعمل الاستفزازية اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ان اطلاق الميليشيات الحوثية لصاروخ باتجاه مكة المكرمة هو محاولة يائسة لافساد موسم الحج واضف التحالف ان استمرار تهريب الصواريخ الى الاراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة واوضح ان تهريب الصواريخ يأتي نتيجة لسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الاقاثية والبضائع واشار التحالف الى ان المجتمع الدولي عاجز عن اتخاذ قرار لمنع تلك الانتهاكات التي تطيل امد الحرب وتعرض حياة المدنيين للخطر اقر مجلس الشيوخ الامريكي باغلبية ساحقة لصالح فرض عقوبات جديدة على روسيا وايران وكوريا الشمالية وصوت لصالح فرض العقوبات 98 شخصا من اعضاء الكونغرس مقابل اثنين فقط اعترضا عليه وسوف يرسل مشروع القانون الى البيت الابيض ليوقع عليه الرئيس فيصبح قانون نافذا او يعترض عليه اعلنت مصادر طبية وعسكرية قتل اكثر من خمسين شخصا في هجوم نافذه مسلح بوكو حرام على قافلة تضم افراد طاقم يختص بالتنقيب عن النفط شمال شرقي نيجيريا وقد تعرض الفريق الذي كان يتحرك تحت حراسة مشددة للهجوم وكان جيش اعلن في بادئ ام نجحه في انقاذ افراد الطاقم يستعد الفرنسي كريم بن زيمة لتجديد عقده مع ريال مدريد الاسباني وسط الانباء التي افادت باحتمالية رحيله عن الفريق صحيفة ملكة الاسبانية كشفت ان ريال مدريد سيوقع عقدا يمتد لمدة خمس سنوات مع المهاجم البالغ من العمر 29 سنة نهاية الموجز الى اللقاء